اهلا بكم زي النهاردة من خمس سنين نجح المصريون بانهم يسقطوا نظام حكم اراد ان يعيدهم الى الوراء عدة قرون نجحوا في اسقاط حكم جماعة ارادت ان تدخل تدخل مصر ذات الحضارة سبع تلاف عام عبر سقب الجماعة عمر ما ينفع تنظيم او جماعة او هيئة ما ان تهيمن على شعب ليه حضارة بقى لا سبع تلاف سنة الجماعة هي التي تنبغي او ينبغي ان تنصار داخل المصريين داخل الجماعة المصرية مصريين ما كانش عندهم اعتراض بان حكم الجماعة يستمر بس بشروط تراعي فيها مدنية الدولة المصرية وتراعي فيها ان الحاكم فرد ينبغي ان يحاسب لكن تجاوز الاخوان وتصوروا للحظة ان حكمهم قد يستمر سنوات وقرون لكن المصريين كان ليهم كلمة يوم 30 يونيو هذه الصورة العظيمة اللي بنحتفل النهاردة بمرور خمس سنوات على مرورها المصر فاندي بيعاوز حضراتكم تشوفوا معاها هذا التقرير لم يكن نزول المصريين الى الشوارع يوم الثلاثين من يونيو مجرد ثورة غضب على نظام حاكم ولا تصرفا جمعيا فرضته الظروف السياسية والاجتماعية لكنه كان اقرب لحالة دفاع عن النفس والوطن هبتوا غضب من اجل البقاء بعد ان وضع نظام الاخوان نصر على حافة الخطر بعد حكم لم يزد عن عام واحد اختصم فيه كل فئات الشعب وحول المجتمع الى رهينة لدى جماعة الرئيس وعشيرته شعر المصريون ان مصر كانت ذاهبة الى طريق لا عودة منه وان النزاع الطائفي جر البلاد الى الاقتتال الداخلي على الهوية السياسية وصار امرا لا مفر منه الا بالثورة وفجأة خلع المصري ثوب السخرية ومواجهة الازمة بالنكات هبوا الى شوارع مصر بالملايين يطالبون النظام القائم وجماعته بالرحيل لم يرد المصريون دما ولا عزلا ولا اقتتال لم يرد فرض ممن ملأوا الشوارع يومها الا ترك السلطة والاحتكام مرة اخرى للشعب لكن الجماعة حولت السياسة الى حرب وبدلت المواقف الى نزاعات واختارت طريق العنف دفاعا عن شرعية ما كانوا قد بلغوها الا بارادة من نزلوا بالملايين لينزعوها منهم عام من التراجع والخيبة والفوضى كانت نتيجته ثورة هي الاوسع في تاريخ البشرية طلب الشعب حينها جيشه وشرطته بالانحياز الى الميادين الهادرة فكان انحيازهم الى مصر ليتم عزل نظام الاخوان ومنحهم مهلة لتحديد الخطوات المقبلة وتلبية مطالب المصريين باجراء انتخابات مبكرة وتعديل المصار السياسي واللجوء مرة اخرى الى شرعية الصناديق لكن من اعتدى العنف استمر في استخدامه لتدخل مصر دوامة الاعتصامات الكبرى وتهديد الناس باحد خيارين اما ان نحكمكم او نقتلكم خمس سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو حينما تجاوزت مخاوف المصريين على بقائهم طلقهم من الفقر وتقلبات الاقتصاد فبلد يعاني تبعات الاصلاح افضل من وطن مهدد في صميم وجوده ثورة عدلت مصار ثورة وبقيت مصر مستقرة وشعبها ينتظر قد فحصاد ما سار لاجله في المرة الاولى النهاردة وبمناسبة الزكرة الخامسة لثورة يونيو المجيدة القى السيد الرئيس الجمهورية كلمة للامة يهني فيها الشعب المصري ويذكرهم بان هناك ثلاث ازمات قاتلة كانت تواجه الدولة المصرية في 30 يونيو 2013 الازمة الاولى هو غياب الامن والاستقرار السياسي الازمة التانية هي انتشار الارهاب في مختلف ربوع مصر والازمة التالتة كانت انهيار الاقتصاد المصري النهاردة الرئيس السيسي بذكرنا بالازمات التلاتة وبيقول ان احنا نجحنا قيادة وشعب في ان يعود الامن ان نسيطر على الارهاب ونحصره في بقرة محددة وان يستعيد الاقتصاد المصري عافية نشوف مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية النهاردة للامة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو تحتفل مصر اليوم بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013 ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادر مسموع لانحن العالم احتراما لارادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والاقصاء والارهاب لرحاب الامن والتنمية والخير والسلام فقد انتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011 ثلاثة تحديات رئيسية كانت كل منها كفيلا بانهاء أوطان وتشريط شعوب بأكملها وهي تحديات غياب الامن والاستقرار السياسي وانتشار الارهاب والعنف المسلح وانهيار الاقتصاد فعلى صعيد الامن والاستقرار استكملنا في مصر تذبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية وعلى صعيد التصدي للارهاب والعنف المسلح نجح هذا الوطن الأبي بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية التي كانت قد بلغت من السوق مبلغا خطيرا حتى أن احتيات مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط وهو أقل من معدل الزيادة السكانية مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش وكانت كل هذه المؤشرات وغيرها علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة ومن هنا قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي وأن تشركه في تحمل المسئولية إيماناً بشراكتنا جميعاً في هذا الوطن العزيز وتحملنا معاً لمسئولية إصلاح أوضاعه لا شك وأن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس وأنه يتسبب في كثير من المعاناة ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً وضرورة وليس طرفاً أو رفاهية كل عام وأنتم بخير ومصر في تقدم واستقرار وأمان من كم أسبوع صحينا كمصريين إلحق ده فيه أثار اتهربت أثار مصرية لإيطاليا وإيطاليا هي اللي بتبلغنا بتقول لنا إحنا شكين إن فيه شاحنة جاية من عندكم من ميناء الأسكندرية يعني فاهمي رسمي نظمي متوصلة لحد الميناء في إيطاليا طيب معقولة الأثار بتتهرب عين عينك من المواني المصرية أثارة هي دي الأثارة اللي رجع المهم النائب العام سيادة المستشار نبيل صادق شكل لجلة في التحيل الموضوع وكلف أو طلب من وزير الأثار إنه يبعد شخص مختص يروح يعين الأثار دي وزير الأثار خالد العناني بعد أمين عامل مجلس الأعلى للأثار وبرفقات شخص من النيابة المصرية رحوا هناك تأكدوا إنها أثار مصرية هربت عين عينك من ميناء الأسكندرية بعد بقى مباحثات ومشاورات وتليفونات واتصالات من مكتب النائب العام المصري بنظيره الإيطالي وصلت أمس إلى مصر تلك الشحن الشحن مكونا من إيه؟ مية خمسة وتسعين أثر مية خمسة وتسعين ما بين بقى تمثار رؤوس تمثيل الكلام وحوالي حوالي واحد وعشرين ألف ستمية وستين عملة أو قطعة عملة معدنية تعود إلى العصور الفرعونية طبعا ده جهد مشكور للنائب العام المصري عايز أقول لك الحادثة دي علشان الأثار ترجع لك تاني بلدك بتأخد من ثلاث إلى خمس سنوات ده جرى قبل كده يعني قصة استعادة أي أثر من دولة جرى تهريبه لها ده بياخد سنوات لكن المجهود اللي عمله النائب العام المصري خد شهر بالزبط السؤال الشحنة ورجعت بص فين العصابة فين العصابة اللي هربت طب مكتب النائب العام وهو بيتواصل مع نظيره الإيطالي خلال الشهر ده اللي احنا حلنا فيه المشكلة ونجحنا في استعادة الأسار عايزين القبض على الوردية اللي كانت موجودة في ميناء الأسكندرية نجيب الناس اللي كانت موجودة دي ونحقق معها ما احنا عايزين نعرف هو الأسار رجعت لكن ده لا يعني ان القضية خلصت ننتظر طبعا من مكتب النائب العام ان يخرج علينا ببيان يوضح لنا كمواطنين من العصابة اللي نجحت نجحت بص يعني انا اعرف تهريب الأسار عبر الضروب عبر الصحاري النهار ده المجرم مهرب الأسار بقى فاجر عين عينك بيهرب رسمي بيهرب عبر المواني الرسمية المصرية مش خايف حطت شاحنة ومتغلفة ومعدية عدت على مين بقى الشاحنة دي عدت على مين ولا مين ولا مين مين الناس دول لازم يتم التحقيق معاهم ده عصابة محترفة غير انها عصابة محترفة ده عصابة فاجرة بتقول للشرطة والأمن المصري احنا هو ما ده معناه بتقول لكافة الأجهزة الرسمية في مصر احنا نقدر نطلع الأسار المصرية عبر المواني والمنافذ الرسمية للدولة المصرية معقولة ده يحصل في البلد والأمن يعني ما شاء الله مستتب الأمن مفروض مستقر مسيطر كيف نجح هؤلاء في تمرير الأسار وتهربة إلى إيطاليا جميل ان احنا استعدنا هذه الأسار لكن الأجمل والأفضل هو ان يصدر بيان من نائب العام يقول لنا فيه يقول لنا فيه مين المتورد في التهريب أكيد فيه ناس سهلت أنا لا يمكن أن ألقي اتهامات جزافة بس علشان تخرج هذه الشحنة أو هذه الشاحنة والحاوية من ميناء رسمي مصري إلى إيطاليا لا في موظفين هي دخلت كده ما لإيه بقى الإكس راي والأشيعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء واللي بيقلعونا هدومنا وبنطلنا وإحنا داخلين المطارات والمواني كيف نجحت كيف نجحت ننتظر تحقيق بس التحقيق غاب ليه ليه شهر كامل إحنا ما نعرفش أي حاجة دي قضية مهمة جدا يعني أسماء المتهمين حتى مين اللي بيتم التحقيق معاهم لأن دي رسالة لو أنت نجحت كجهات تحقيق وأجهزة أمنية فأن تصل إلى هؤلاء الفجرة بتبعت رسالة لكل فاجر مماثل إنك لأ عم مصر صح المشكلة بقى المشكلة إن أنت لم تكتشف هذي الواقع وإن الجانب الإيطالي عشان فيه تعاون بينك وبينه هو اللي أبلغك تخيل بقى لو إيطاليا عكمت على الموضوع مش إيطاليا لو أي دولة كانت راحة لها هذه الشحنة كانت أثار مصرية دي راحت في توكر ولا كلت تعرف لها راس فاس بالرس هل ده ينفع طيب ده يفتح الباب إلى إيه بقى كم العمليات التهريبية اللي تمت بهذا الشكل ما خلي بالك العمل الشاحنة هذه المرة ونجح دي مش المرة الأولى ده دي المرة الأولى بالنسبة لك عشان إيطاليا بلغتك بس ده أكيد سيستم متزبط بقى له فترة طويلة وبيتم به تهريب أثار مصرية أو أي حاجة إذن هنا في صغرة الصغرة دي عايزين نقفلها أنا عايز التحقيق لما يتم لا يتم على هذه الواقعة فقط إحنا عايزين العصابة دي لما تقع العصابة دي مرتبة بقى لها سنوات نجيب بقى كم الملفات والتحقيقات عشان توصل لنا كم عملية هم نجحوا فيها ممكن يهربوها لبلاد أفريقية ممكن يهربوها لإسرائيل ممكن يهربوه زي ما هم عايزين لكن معقولة فاتشة مش عارفين حتى أسماء المتهمين ننتظر من السيد النائب العام المستشار نبيل صادق أن يعلن على المواطنين في المؤتمر صحفي أسماء المتهمين وأحالتهم إلى القضاء المصري في أسرع وقته ممكن عشان نبعث رسالة لكل من تسول له نفسه التهريب الفاجر بهذا الشكل أن لتلك الدولة عين تحرس صح ولا لا يا أخوانا خلونا نروح ليه وزارة القوة العاملة وزارة القوة العاملة كل فترة كده بتعلن على صفحتها على الفيسبوك وعلى موقعها وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيها بتعلن عن وظائف بتوفرها للسادة المواطنين وبتعلن عن يعني مختلف الوظائف للأمان لكن لفت انتباهي في إعلان أخير هي إعلانة عنه إنها في شركة تعمل في مجال التجارة في إحدى الدول الخليجية لما إحدى الدول الخليجية بقى أنت بتتكلم على مين يعني السعودية الإمارات يعني يا السعودية يا الإمارات تحديداً ليه بقى؟ لأنها بتقولك إحنا عايزين سوائين سوائين العمر من 25 لـ 45 سنة باشي ده الشروط وأنه هو يكون سواء رخزته فيها 3 سنين وحيسوق مركبة خفيفة الخبرة 3 سلوات في أكثر وكل ده أنا قريته زي الفل وإن وزارة القوى العاملة تبحث عن توفير فرص عمل للمصريين في دول الخليج ده جهد مشكور عالية جداً لكن وزارة القوى العاملة وهي بتبيع الخبر لنا بتبيع الخبر بقى للمواطنين إنها عاملة جهد ومشكور والكلام ده هو أساسة لدو كلها هي عبارة عن مية وظيفة يعني بتقولك وتصل المرتبات إله تصل المرتبات إله فلتتحط إيدك على قلبك وتقول ده بقى الدنيا زي الفول يعني من 6 ألاف جنيه له 10 ألاف جنيه طب هو أنا عاوز أعرف في الحضرات الكوزار القوى عاملة هو إنتي ليه بترجميه للرقم إلى الجنيه المصري هو أنا هصرف الجنيه المصري ده في البلد اللي أنا مسافر لها ولا أنا هعيش بعملتها بقى هم ينفعش إنتي تحول الجنيه المصري العملة اللي مسافر بيها للجنيه وتقول إيه ده ده اللي مسافر على 6 ألاف جنيه أنا هنا مش لاقي الألفين جنيه لا أولاً 6 ألاف جنيه دول يعملوا 1200 ريال سعودي 1200 درهم إماراتي مثلاً طبعاً أكيد مش قطر يعني وبالتالي لما أنت تصفرنا على 1200 ريال سعودي أو 1200 درهم جميل إن أنت الإعلام بيقول لك أنا موفر لك المواصلات والسكن بس ده معناه أن أنا باخد 40 ريال في اليوم اللي 40 ريال دول مش هيكافوني أكل يا أخوانا اللي 40 ريال مش هيكافوني أكل مش هيكافوني علاج طب أنا هبعت لأسرتي كام هقول هبعت لأسرتي 2500 جنيه 3000 جنيه صح ولا غلط لو أنا الإعلان محطوط فيه سن 45 سنة يبقى أنا رجل متجاوز ومخلف لي 3-4 عيال يعني صح ولا غلط ده على الأقل لحد أدنى هدفع 3000 جنيه أي 600 ريال معقول أنا هعيش ب600 ريال يعني هعيش في اليوم بـ 20 ريال 20 ريال ده إيه ده ده ما يجيب ليش سندوتش في أي دولة خليجية ما يجيب ليش حاجة ساعة بكلمة جد وبعدين بيقول لك إيه الرواتب تبدأ من 6000 جنيه إلى 10 000 جنيه 10 000 جنيه يعني 1000 ريال سعودي 1000 ريال سعودي يعني هبعت لمرتي هنا وعيالي 3000 ريال يعني 5000 جنيه 4000 800 جنيه هدفع أجار 800 و4000 يعني 130 جنيه لخمس أفراد يعني ده يا دوب فين الإغراء وأنا هعيش هناك ب1000 ريال يعني بـ 33 ريال في اليوم 33 ريال في اليوم إيه الإغراء اللي فيهم طيب كلت بيهم فين التحويش اللي أنا حوشته فين التحويش اللي أنا حوشته مش هشتريه لقمس هناك مش هبعت للولاد لبس ده أنا بديلك مثال مش هفكر روح أعمل عمرة ده أنا بديلك أمثلة بأي أمثلة على الهواء هل ده المطلوب من الوزارة إنها تقعد تترجم للأرقام الريالات إلى جنيات إحنا كده بندحك على المصريين إحنا كده بنقلل قيمة العامل المصري إنت لازم كوزارة تحدد حد قد أنا عايز أقولك بقى على الهواء للسيد وزير القوى العاملة إن مرتب السواء والعامل حده الأدنى في مشروعات قناة السويس 200 جنيه في اليوم 200 جنيه في اليوم يعني 6000 جنيه في الشهر ومتوفر له مواصلات وسكن على الأقل قاعد في بلده على الأقل قاعد في بلده إنما أنت بتغربني كده يا راجل ده سواء الشركات التاكسي اللي هو على الابليكيشن نهاردة يقدر يعمله المبلغ ده في 12 ساعة وهو قاعد في بلده وهو قاعد في بلده هو أنا ليه رخصت أجر العامل المصري بهذا الشكل هو أنا ليه سويته بأجر العامل من جنوب شرق آسيا ليه سويته بجنوب شرق آسيا ليه هناك الإعمالة جاية من جنوب شرق آسيا رخيصة هي حرة ليه العامل اللبناني بيسافر مش أقل من 1000 دولار و1500 الفرق بين العامل المصري والعمل اللبناني منتحاطت مواصفات خبرة وهيختبر وعنده شهادات وي 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 وواصل من 25 ل45 سنة وصائق مركبة سقيلة معدات سقيلة يبقى أنا على الأل ما اخدعش المواطن أنا عندي برضو مواطن بسيط هنا لازم حتى لو هو مش دريان أنا فهمه أنا أمنع الإعلام من أساسه أنا لما أقوله المواطن مصري غلبان شائيان ما يعرفش العملة ولا الأسعار هناك ده أنت هتسافر على 6000 جنيه ولا 8000 ولا 10000 أنا كده بعمله البحر طحينها ده يروح هناك مش هيكمل شهر ويرجع وممكن كفيله ويقرفه ما يرجعهوش يبقى أنا بطالب وزارته لكول عملة واحد تحديد تسعير لأجور العملة تحديد تسعير ما ينفعش الموظف المصري والعمل المصري يكون رخيس بهذا الشكل مش معنى أن أنا محتاج فرص عمل أنه يندهس عليها لا بالعكس بالعكس العملة المصرية مطلوبة والله مش مشكلة أنها مش مطلوبة لا مطلوبة لا تزال مطلوبة وبقى أنا أبدي لك مثال لماذا يتميز العمل اللبناني تحديدا عنك عامل مصري ليه هل هو عنده وزارة ولا دولة كبيرة زي مصر بتسنده طب العلاقات المصرية الإماراتية السعودية كويسة جدا يعني مش أقولك احنا بنصر بالعملة لا أرجو أرجو من وزارة القوى العاملة أن تراعي الله في مرتبات العاملين المصريين اللي بتصفر ومش معنى أن أنا بطور على شغل ولا محتاج شغل أن يتعمل فيها بهذا الشكل لا بالعكس يعني إحنا يعني حرقنا أسعار الفنادق هنحرق كمان أسعار العامل المصري أقل حاجة ألف دولار أقل حاجة أقل حاجة ألف دولار يعني أربع تلاف ريال أربع تلاف ريال سعودي أو درهم إماراتي لما يبعت لمراته أهله ألف وخمسمية وهو يعيش بألف وخمسمية ويحوش له ألف ريال يعمله مثلا ماتين وخمسين تلتمائة دولار هقول لك ماشي يا عم يعني هما في الآخر مش هينفعوه بحاجة بس أو عاش وعيش أسرته والكلام ده وانت وفرت فرصة عمل بديلة لأخوه المصري هنا في بلده وبالتالي أناشد أناشد وزارة القوى العاملة أن ترعى الله في حقوق العمالة المصري هذا ليس اتهام العفو جهد مشكور من وزارة القوى العاملة بس أقول لها ما ينفعش الكلام يعني أنت أكبر من أنت تعمل إعلان كبير على جايبة فرصة سواء بستة تلاف جنيه وتمان تلاف جنيه أنا بعلن على الهوه أجر العامل المصري في حده الأدنى في منطقة قناة السويس لا يقل عن متين جنيه يوميا مع توفير السكن والمواصلات مش عايز أقول الوجبات كمان طب ما هو بيأخذ الأجر ده هنا إذن لا يوجد إغراء ما فيش إغراء أنا بقى وناشد كل مصري بسائق يفكر في السفر لا أنا بقول له احذر ده أنت هترجع من هذا العقد مجون 1200 ريال ما يأكلكش يعيش حاب في السعودية أو الإمارات وهو أحد يخدعك هناك يعني الدنيا غالية 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 فوق ما تتصور والدنيا برضو مش مضمونة يعني يبقى حتسيب هناك في ظروف هتفرض عليك لا قدر الله أنت سفرت في عملية لابن من أبنائك لا قدر الله هتدور له هتبعط له 5000 هتستلف هتدخل في دايرة هنا تستطيع أن أنت تشتري عربية وتدخل في الشركات اللي بتسوق عربيات عن طريق الموبايل قبل كيش الموبايل مش عايزة أقول لي اسمعه عشان ما يبقى شي إعلان وبالتالي أنت تقدر تشتري اطلع بكرة على منطقة قناة السويس وروح دور على شغل هتلاقي شغل إن شاء الله هتلاقي شغل عايزة أقول إن الحكومة الجديدة هتولك إن شاء الله بيانها أمام مجلس النواب يوم السلساء القادمة بعد ثلاث يام هو سيد رئيس الوزراء بيمثل مصر مؤتمر قمة الأفريقية المعقود حاليا في موريتانيا وهيرجع يلقي البيان وقيل أيضا في ورد في الأنباء بأن هناك حركة تغيير محافظين يعني يؤد اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية يوم الاثنين القادم نهاردة يعني أكيد السيد رئيس الوزراء هيبقى له جهازه الإعلامي اللي بيتابع اللي احنا بنقوله هيقولوله إن في المصر فاندي خير قال كذا وكلام ده نتمنى ده يعني أنا كمواطم منتظر إيه من بيان الحكومة أنا الإسبوع اللي فطلبتكم أنكم تهتموا بالبيانات دي لأنها بتبقى فيها أرقام وتواريخ وكلام جرت العادة أن الحكومة تقول إن خطتها في السنوات القليلة القادمة تهدف إلى واحد اتنين تلاتة اربعة أنا يمني هنا جانب إنساني في هذا البيان إن أنا عايز السيد رئيس الوزراء يسن سنة جديدة بقى أمام المواطنين وهو رئيس وزراء شاب مستمع قليل الكلام دكتور مصطفى مدبولي يعني أنا طالب منه إيه المصريون ينتظرون الأمل أنا عايزك تديني أمل في البيان بتاعك المصريون النهاردة ينتظرون الأمل أنت بدأت عهدك أي نعم هو قرار رئيس الجمهورية قرار الدولة المصرية برفع تقليل الدعم عن المحروقات اللي احنا بنسميه رفع أسعار البنزين والسرن والمتجاز والكهرباء والمية لكن عايزك تديني أمل بقى قل لي قل لي إن الفترة دي يا مواطن هتستمر سنة مثلا هتستمر سنة ونص ما تخدعنيش وقل لي إن في الوقت الفلاني الدنيا هتبقى زي الفل إن في وظيفة لابنك تنتظره إن احنا هنخفض الدين كذا إن متوقع إن الدولار سعره يتراجع أنا قلت لك الدولار لو نزل من 18 ليه 15 قد 20% 20% بيقل ولا 25% يبقى دنيتك تبقى كويسة يعني لإن إحنا بنستور الدولة مستوردة أسعار حاجات كتيرة هتقل في البلد قل لي إن انت هتعمل على كذا قل لي إن الفئات محدودة الدخل إنت هتدعمها إزاي قل لي إن انت هتزود بطاقة التموين وإن انت هتحزف 20 مليون مواطن فورا ليس لهم حق بأن يحصلوا على بطاقة التموين دون ظلم أحد طبعا بس هتعمل تنقية حقيقية لإن مش معقولة فيه 71 مليون مواطن مصري بيصرفوا بطاقة التموين مش معقولة 3 ربع الشعب بيقول لله محسنين مش معقولة 3 ربع الشعب بمحدود الدخل يعني إذا فيه مشكلة إحنا علينا إن إحنا إصال الدعم للمستحقية إن انت هتاخد العشرين مليون دول يتكلفوا كم تحديدا عشر مليار على ما يعني إضرب كمسين جنيه في عشرين مليون يعني يتكلفوا في حدود عشر مليار سنويا مثلا فانت كل المطلوب منك هو إن انت تنقل العشر مليار دول للخمسين مليون ما انت زود للدعم شوية على البطاقة الخمسين جنيه لما يبقوا ستين وسبعين الدنيا تمشي شوية ارفع لبرنامج تكافل وكرامة مد مظل التكافل وكرامة أكتر رائب النظام لأن فيه فسد فجرة فسد فجرة في بطاقات التموين وداخل منظومة تكافل وكرامة بيستحلوا المال العام ده استحلال حلال بلال نهاردة الفساد على عينك يا تاجر رغم كل اللي بتعمله الرقابة الإدارية أقول الحرامية خلاص هيختفوا الفساد هيتراجع بقى لا أنا كمسؤول كل يوم بمسك الجرنان ألاقي محمد عرفان أبدلي على مسؤول كبير ده أبد على محافظ ده أبد على وزير أنا بقى أخاف واستحي بقى ما أنا مرتاشي بقى لي 30 سنة هونت تفكر المرتاشي اللي تقبض عليه دي أول شغلاء أول حاجة ليه لا ايه واحد فكر كده قال لك ايه سيدنا عمراء بن الخطاب قال لك لو كانت الأولى لسترى الله عليك إن الله لا يفضع عبدا في فعلاته الأولى يقول لك ادي له فرصة هيستغفر هيرجع المال الحرام ما فضحوش إنما معنى إن انت مقبود عليك ده انت البعيد ايه بقى لك سجل في الرشاوة وبالتالي أنا عايز الدولة المصرية إنها الحكومة أيضا تقول لي انت هتراعي بالأسواق إزاي هتراعي بالأسواق إزاي الأهرام نشر تحقيق من يومين موضح لي فيه لسكوتر الفيزبة دي بتطلع من المصلع ب8000 جنيه جايبين فاتورة بدا ب7000 جنيه بتتباع ب24000 جنيه من 7000 ل24000 جنيه الفيزبة طب الأسعار ترتفع من 7 ل10 موافق إنما ترتفع ل24000 جنيه أكلمك هنا عن حاجة اسمها الوسطاء التجار الوسطاء أكلمك على السلع الحلقات اللي هي بتاعت التوصيل من المنتج إلى المستهلك وكل واحد بتعد عليه الفيزبة دي يروح ضرب فوقيها تلب بواكي تلب بواكي تلب بواكي يبقى هي طالعة من المصلع بكام توصلني بكام فأنا عايز بيان الحكومة يبقى بيان التقاط أنفاس نحن نلتقط الأنفاس إحنا كله كان ضرب ضرب مفيش تيمة عايزين الحكومة بقى تهدى علينا شوية مواطن النهاردة محتاج اللي يطبطب عليه آه الناس ماشي في الشارع بتكلم نفسها وإنتوا عارفين ده وأضرب ده آه التكلفة صعبة ولازم تروح لكده وإن ما ينفعش دولة هتدعم مئات الملايين عدد سكاننا بيزيد ومواردك محدودة بس أنت في المقابل لازم تحافظ بقى آه تحافظ على طبقة وسطة طبقة معدمة طبقة محدودة الدخل اعمل برامج حماية اجتماعية من تعليد بقى الأسعار في حتك عايزين نحس بالناس عايزين نطبطب عليهم أنا هنا بتكلم عن الناس اللي هي بتشتغل بس دخلها بسيط ما بكلمش على الكسالة الكسالة اللي عادين على الأهاوي مش كل المصريين كسالة وعادين على الأهاوي ولا بيبرطشوا ولا ما بيشتغلوش بضمير ما تقدرش توصف شعب بأكمله بهذا الشكل لكن أنا بتكلم على كل مواطن مصري صاح كده بعد صلاة الفجر ورايح شغله وآخر شهر بياخد له 1500-2000 جنيه 3000 جنيه ما عملوش حاجة في الزمن الصعب ده أنا عايزة طبطب على هذا المواطن أدي له الأمل وأقوله الدولة وقفة جنبك ما تقلقش طمينه طمينه البكرة المواطن محتاج ده آه محتاج ده أنت عليك تلعب الدور ده وتقوله أنا حاسس بيك هزود لك بطاقة التموين هنقل بطاقة هروح هتروح المستشفى هتلاقي مستشفى تستقبلك كويس وهسرع برنامج التأمين الصحي هقف جنبك يا مواطن ما تخافش ما تقلقش وابنك هتروح المدرسة هتلاقي له تعليم عايزك تطميني على بكرة عايزك تديني الأمل والأمان لأن الناس يعني ماشي في الشارع سكارة وما هم بسكارة يعني لكن القرار أنا ما بقدرش أجاء أقولك على قرار وإنت بتحرر فعلا الاقتصاد بس حينك على عشرات الملايين اللي تضرروا من هذا القرار إنتوا عارفين ده بس الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة صدقة وفي لفس الوقت الفعل الطيب صدقة ما أنا مش أخد منك كلام واسكت لا مش هتقول لي أنا بحس بيك ومعاك وزي الفل لا ما هو الكلام الرومانسي آه عايزينه بس ده ما يجيبش عيال أنا عايز أنك تطمن أنك تفعل يبقى فيه منظومة حقيقية لمرقبة الأسواق أنا أديتك مثال بالفساد في سلعة واحدة تعدد الوسطاء نقلها من 7000 جنيه إلى 24000 جنيه والسعر موجود في الأهرام من كم يوم فأنتظر من بيان الحكومة أن يكون عنوانه هو بيان الأمل للمصريين الأمل الأمل والطمأنة عن واقع هنشوفه وهنتبعه وهنعلق عليه قبل ما أختم الجزء الأول من حلقتي النهاردة في قاعدة كده بيقولك أي فراغ تسيبه يجد من يملأه أي فراغ تسيبه يجد من يملأه يعني أنت لو مسؤول عن تربية ابنك سيبت ابنك هتلاقي أخوك هو اللي دخل بيدله الأوامر لو أنت في الشارع ده عربيتك كل يوم بتركينها في المكان ده فات شهر مراكنتوش عملت فراغت لا عربية ركنت مكان عرضة مساعد وزير الداخلية لشورطة التموين اللي هو أنور سعيد أطلق مبادرة عنوانها كلنا واحد تسعى لتخفيض الأسعار تصل إلى 30% وبيعلن أنه هو قاعد مع عدد من أصحاب الشركات والمنافذ وال 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 والسلاسل التجارية ودعاهم إلى تخفيض الأسعار طبعا تخفيض الأسعار يبدأ من 5% لحد 30% والمبادرة طيبة مشكورة بيجي بقى على زهنك هنا عدة أسئلة طبعا عليك أن تحيي المبادرة أي فعل يقوم بي أي مسؤول في مصر أو شخص حتى لا يتولى المسئولية يسعى إلى تخفيض الأسعار على المصريين عليك أنك تأييده وتسانده لكن هتسأل نفسك سؤال بسيط طب لما الداخلية بتعمل ده إما الدور وزارة التموين إيه إما اللي المحافظين بيعملوا إيه يعني إما البقية أجهزة الدولة بتعمل إيه وزارة التجارة يعني عندنا تجارة داخلية اللي هي وزارة التموين طب جهاز حماية المستهلك بيعمل إيه طب وزير التموين ليه المبادرة دي ما طلعتش من عنده مش قادة عن المبادرة دي تطلع يا أخوانا من وزارة التموين يعني هي اللي تسعى إلى عمل ده مبادرة تطلقها حكومة مشكورة وزارة الداخلية ده بعيدا عن الشكر او مع قالص الشكر والتقدير والاحترام انها عاملة المجهود ده بس ده يعني ده مش دور وزارة الداخلية ده دور وزارة تمويل ده دور وزارات تانية معقول احنا مش شايفين شغلنا بهذا الشكل طبعا مش بدرة باسفين بين السادة الوزراء العفو لكن انا بس بتكلم بمنطق ده معناه ان انت كوزير تمويل او كوزارة معنية في هذا الشأن لو انت كنت عامل هذه التخفضات وهذه الحوارات مع التجار والكلام ده اجيد حتى وزارة الداخلية وهي جاية تقول الكلام ده فهتقول لا لا ده وزارة التمويل عاملة كذا وكذا 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 التحية لوزارة الداخلية وانتظر من بقية السادة المسؤولين في الدولة المصرية ان يعلنوا حربا على الغلاء ويحسوا بالناس هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل الاسيوتي اللي بقى الاهرام الاسيوتي واسنينه من اللي بيلعب في ملعب الرياضة المصرية وهل الدولة او الحكومة المصرية على علم بذلك ولا احنا هنسيب الحبل على الغرب لحد ما تقع كارسة وبعدين نصحة لياه نعرف قصة الاسيوتي بعد الفاصل السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة